مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الأول الدرس الثالث أنوان الدرس كنت أشاهد لفلامينغو قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيجي في فيسبوك لستعطاء حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس بكتاب الطالب مكتوب على صفحة كنت تشاهد طائر الفلامينغو يقول لي read and listen to the conversation اقرأ واستمع إلى المحادثة بين مريم وخالد محادثة بين مريم وخالد ثم قم بمناقشة الأسئلة مع زميلك إذن هو منطيني محادثة بين مريم وخالد عن موقف أو قصة قصيرة حثت بيناتهم أو موقف يقول لي اقرأ النص افتهم مفرداته وراح أحاول تجاب على الأسئلة المتعلقة بيه بينك ومن زميلك نجي نقرأ النص ونحاول نوضح مفرداته وراح نعرفش المطلوب حفظه من هذا النص بداية مريم تقول انظر إلى الصورة التي ظهرت لقد كانت بنفس هذا اليوم أو بنفس هذا الوقت من العام الماضي حيث كنا نبحر في النهر هل تتذكر؟ لقد كان ليلا وكنا نشاهد الطيور ماذا يريد عليها خالد؟ يقولها I don't want to talk about it أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموقف أو عن هذا الأمر فمريم تقول له Why? لماذا? It was funny لقد كان مضحكا We were sailing on the boat لقد كنا على القارب تتذكر And the pelicans dropped fish on you والبجعة أسقطت سمكة عليك You were watching the flamingos كنت تشاهد طيور الفلامينغو When the fish hit you on the head عندما ضربتك السمكة على رأسك أو وقعت على رأسك خالد يقولها They'd like to think They'd like to think They'd like to think أو They'd like to think They'd like to think They'd like to think لأن الموضوع لأن الموضوع محج بالنسبة له فمريم ترد عليها And do you remember what happened next? ومن ثم هل تتذكر ماذا حصل بعدها؟ كذلك خالد يقولها You got scared and jumped up and fell into the water لقد خفت أنت تذكر لما خفت And jumped up and fell in the water وقفست ثم سقطت في الماء كذلك يرد عليها نفس الرأسك We pulled you out of the water سحبناك من الماء Then we drop back to the hotel ثم عدنا بالسيارة إلى الفندق كذلك يرد عليها نفس الرأسك يحاول إطلاف الموضوع الذي تحت به مريم لأن الموضوع محرج بالنسبة له تقول لها مريم You stayed in your room when we were having dinner لقد بقيت في غرفتك في ذلك الوقت عندما كنا نحظة بعشاء You didn't want to come and eat with us لم ترغب بأن تأتي وتأكل معنا You were too embarrassed لقد كنت محرجا جدا خالد But you remember what happened next day لكن أتتذكرين ما حصل في اليوم التالي مريم No no I don't كلا كلا لا أعلم أو لا أتذكر ماذا حصل في اليوم التالي خالد قالها We were playing football and you fell in the mud قالها لكنا نلعب كرة القدم وسقطت في الماء مريم تقول لها I don't remember أنا لا أتذكر هذا ما يخص المحادثة اللي بكتاب الطالب هو ما قال لي قال لي أقرأ المحادثة قرأناها وراها حاول تجاوب على هذه الأسئلة الموجودة أسفل المحادثة شي يقول لي يقول لي Why is Maryam talking about what happened last year لماذا مريم تتحدث أو تحاول أن تتحدث عما حصل في السنة الماضية شن اللي ذكر مريم اللي صار في السنة الماضية ذكرنا بداية القطعة أو القصة أو الموقف اللي صار أنه قلت look at the picture that came up انظر إلى الصورة اللي طلعت لنا يعني تتقلب بالصور وطلعت لها صورة من العام الماضي إذن أقول The photo came up on her phone الصورة ظهرت على هاتفها لذلك ذكرت الموقف وبدأت تذكر خالد number two ثانيا Does خالد like talking about what happened خالد من خلال القصة هذه أو الموقف هل خالد يحب التحدث عن هذا الموقف عن ما حصل How did you know كيف عرفت إذا تقول أنه يحب يتحدث شون عرفت وإذا قلت أنه لا ما يريد يتحدث كذلك لازم توضح شون عرفت لاحظنا من خلال القصة أنه الموقف كان محرج بالنسبة له لذلك هو ما كان يريد يحتي عن الموضوع فأقول لها زين شنو ذليلك أنه ما كان يريد يحتي عن الموضوع هو إيج قال I don't want to talk about it أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموقف أو هذا الموضوع إذن أقول لها No لا ما رأي يحتي عن الموضوع شون عرفت من خلال القول اللي قال نمبر ثري ثالثا Did خالد get wet? هل تبلل خالد لما سقط بالمي تبلل ذكرنا بالموقف أنه نعم سقط بالمي وتبلل نمبر فور رابعا Why didn't خالد have dinner that night? ليش خالد ما حضب وجبة العشاء بتلك الليلة لأن كان محرج ذكرنا بالقطع أنه كان محرج He was embarrassed بعد خامسا When did مريم fall in the mud? When متى? متى سقطت مريم في المد المد اللي هو الطين شو كتسقطت أما أقول في الليلة التي بعدها اليوم اللي بعدها قال أنه بعدها في الnext day في اليوم التالي أو عندما كانت playing football عندما كانت تلعب كرة القدم في اثنين عدتهم صحيحة هذا ما يخص كتاب الطالب قررنا القطعة ووضحنا مفرداتها أو القصة أو الموقف أو المحاورة بين مريم وخالد وحلينا الأسئلة المتعلقة بها هذه الأسئلة اللي شرحناها أسئلة شفوية للتحضير اليومي يسألها الأستاذ بداخل الصف يقرأ الأستاذ القطعة أو يختار مجموعة من الطلاب يقرون القطعة وراها يسألهم يوضحها ويسألهم يسألهم هاي الأسئلة عن القطعة فحاول تحفظوها لأن تعتبر كتحضير يومي وراها يقول لي طابق طابق يعني وصل وصل الأفعال المؤشرة باللون الأصفر إلى نوع الحدث ركزوا يا أيا كنا نبحر في القارب يا جملة من ذن الجملة المناسبة لهذا الوصف كومبليتد باست أكشن يعني فعل حصل في الماضي شوف هنا نشي يقول لي كنا نبحر على القارب يعني الحدث حصل وانتهى لا جنرال باكراوند معناها ذكرى عامة نعم هذا أكثر خيار مناسب إذن هيدا الذكرة تقول لي كنا نبحر في القارب وراها كنا نلعب كرة القدم ثم سقطت في الطين شن التعبير المناسب لهذه الجملة كومبليتد باست أكشن حدث حصل وانتهى بالماضي لا انتربتد أكشن حدث قطعة من حدث آخر شن يعني حدث تم مقاطعته من حدث آخر استفالكو يا طلاب أكو الدرس السابق شرحنا الماضي البسيط وهذا الدرس رح نشرح الماضي المستمر شن هو الفرق بين الماضي البسيط والماضي المستمر الماضي البسيط هو حدث وقع وانتهى في الماضي لنفترض أنه هذا هذه هي اللحظة التي نحكي بها لنفترض أنه هذا خط الزمن وهذه هي الآن اللحظة التي نحكي بها الآن الماضي البسيط هو حدث وقع وانتهى في الماضي يعني مثلا أقول I watched TV last night شاهدت التلفاز البارحة حدث وقع وانتهى في الماضي زيان هذا الماضي البسيط زيان الماضي المستمرشن هو حدث وقع في الماضي واستمر لفترة معينة ركزوا إياه استمر الفرق بينه وبين الماضي البسيط أنه استمر لفترة معينة هذا الحدث اللي استمر لفترة معينة نعبر عنه باستخدام الماضي المستمر زيان عرفنا أن الماضي البسيط حدث وقع وانتهى في الماضي الماضي المستمر حدث وقع في الماضي واستمر لفترة معينة بعض الأحيان الماضي المستمر حدث وقع في الماضي واستمر لفترة معينة حتى قطعه حدث آخر مثل شنو؟ مثل هاي الجملة كنا نلعب كرة القدم وسقطت في الماء إذن هم ظلوا يدعبون استمروا باللعب كرة القدم حتى قطعه حدث آخر الحدث الاستمر لفترة معينة حدث بالماضي المستمر والحدث اللي قطعه حدث بالماضي البسيط هذه مجرد مقدمة في ذلك يقول لي هذه الجملة هي عبارة عن حدث قطعة من حدث آخر يعني استمر لفترة معينة وحدث آخر قطعه بعد تم سحبنا من الماء هو عبارة عن حدث وقع وانتهى في الماضي هذه مجرد مقدمة لموضوع مقواعدي اللي هو الماضي المستمر احنا اخذنا بالدرس السابق الماضي البسيط نراجع شوية قبل ما ندخل بالماضي المستمر الماضي البسيط هو حدث وقع وانتهى في الماضي شنو قاعدته إذا تذكرون فاعل زائدا فعل ماضي زائدا تكمله والنفي انخلد الدنس والاستفاق انخلد الدنس هذه اخذناها بالدرس السابقة أما اليوم رح نتحدث عن الماضي المستمر شنو الماضي المستمر هو زمن يستخدم للتعبير عن حدث وقع في الماضي وبقي مستمرا لفترة معينة شون يا نستاذ كمثال أحمد was playing tennis أحمد كان يلعب التنس شنو معناها نجي نرسم خط الزمن ونحاول نفسر الموضوع لنفترض ان هاي اللحظة نحكي بيها وهذا حدث وقع وانتهى في الماضي حدث وقع وانتهى في الماضي هذا ماضي بسيط ماذا نحكي عنه حدث وقع في الماضي واستمر لفترة معينة وقع في الماضي وبقي مستمرا لفترة معينة فأحمد كان يلعب كرة القدم ظل فترة معينة يلعب كرة القدم فلذلك هو حدث وقع في الماضي واستمر لفترة معينة زيان بعشنا أدنى نلاحظ من هذه الجملة أن الحدث وقع في الماضي واستمر الفعل اللعب استمر ظل شوية مستمر لفترة معينة أما فعثت هذا الزمن بس أوقف شوية إذا تتذكرون بالماضي البسيط شن الدلائل ماتا إذا لقينا last ويستردي وأقو أو من الممكن أن يكون مثلا تاريخ سابق 1990 2001 إلى آخره هذا النمالات الماضي البسيط اليوم نحن بدنا نحكي عن الماضي البسيط هيا مجرد الراجعة هذا شون أعرف زمن هذه الجملة شون أعرفها ماضي مستمر ركز وياها ملاحظة شون تقول لا توجد دلائل للماضي المستمر أو قف استاذ ماكو دلائل يعني شلون أعرفها يعني شلون أعرف أن الجملة ماضي مستمر أعرفها من خلال كلمة أو عبارة Past Continuous Past Continuous معناها ماضي مستمر يعني هو بصريح العبارة بالامتحان يقول لك هاي الجملة أريدك تحليها بال Past Continuous بالماضي المستمر أو إذا لقيت حسب القاعدة Was aware ومن ثم فعل يحمل ING يعني شل الدلائل المالتي Was aware زائداً فعل يحمل ING إذا لقيت هاي التركيبة بالجملة أقول الجملة ماضي مستمر ما أفتهم تستاذ شون يعني يعني أول شي خلنا نجي لتعرف على القاعدة المثبتة تعودنا احنا سابقاً مثبت ومن فيه واستفهام القاعدة المثبتة شل تقول هي أو شي أو إت ياخذن ووز ومن ثم فعل يحمل ING ذي أو وي أو يو ياخذن وير ومن ثم فعل يحمل ING يعني أقدر اختصرها بهذه القاعدة فاعل زائداً أما ووز أو وير زائداً فعل يحمل ING الفاعل إذا كان هي أو شي أو إت ياخذن ووز إذا كان ذي أو وي أو يو ياخذن وير طبعاً تضيفو لها الآي كذلك من ضمن الفواعل اللي تاخذ ووز ما أفتهم تستاذ شون يعني يعني كمثال سوها سوها هي الفاعل سوها اشتعتبر شي الشي اشتاخذ ووز ومن ثم فعل يحمل ING سوها ووز كوكن ان ذا كيشن سوها كانت تطبخ في المطبخ ركزوا إيا الفاعل استمر لفترة معينة ظلت سوها تطبخ في المطبخ لفترة معينة بعد لقد كانوا ينظفون البيت ظلوا ينظفون البيت لفترة معينة القطة كانت تأكل استمرت بالأكل لفترة معينة وكذلك القطة أعوض عنها بالضمير IT والإت تاخذ WAS وفعل يحمل ING The cat was eating We were sitting in the garden كنا نجلس في الحديقة ركزوا إياي الوي هي الفاعل وير ليش خليت الوير لأن الوي تاخذ وير زال الفعل يحمل ING زال من تكمله بعد قاعدة المنفي شو تقول القاعدة بحالة النفي إذا تذكرون بي الماغل بسيط خلينا بعد الفاعل إن أنا عندي مفعل مساعد فأخلي إلى مجرد NOT يعني الwas أخلي إلى NOT شو تصير wasn't والwhere أخلي إلى NOT شو تصير weren't والباقي مثل ما هو هما نفعل أحمل ING هما نقبلها فاعل يعني كمثال نفس الجملة ما سوها was cooking in the kitchen نفيتها شو تصويت خليت نوت للفاعل المساعد فصارت سوها wasn't cooking in the kitchen they weren't cleaning the house مجرد ضفت نوت للفاعل المساعد the cat wasn't eating خليت نوت الفاعل المساعد وهكذا بالاستفهام مجرد نشيل الفاعل المساعد نخليه قبل الفاعل يعني كمثال شو تقول القاعدة تقول was aware زائد الفاعل زائد الفاعل يحمل ING ولا تنسون علامة الاستفهام يعني كمثال سوها was cooking in the kitchen شو رح أصير was سوها cooking in the kitchen ولا تنسون علامة الاستفهام هنا لازم نخلي علامة السؤال لا تنسوها بعد where they cleaning the house نضيفون البيت was the cat eating هل كانت القطة تأكل where we sitting in the garden هل كنا نجلس في الحديقة الاخرية هذا ما يخص القاعدة المثبتة والمنفية والاستفهامية ما الماضي المستمر قبل ما ننتقل للطريقة التي تجيني بها بالامتحان الآن أريدك تعرف كيف نضيف ING أنا أحتاج أضيف ING للفعل كيف نضيف هل تفيد نفسوها الملاو سوف نفسوها القواعد إذا كان الفعل منتهي بE هذا E يحذف عند إضافة ING يعني كمثال شوف هنا موف موف أريد أضيف لING بما أنه منتهي بE لازم أحذف الإي لب كذلك يحذف الإي هو كذلك يحذف الإي إذن إذا الفعل انتهى بE يحذف عند إضافة ING إذا تذكرون بإضافة ED وD إذا الفعل انتهى بE شو نضيف له فقط نضيف لD هذه شو إضافة الED وD مع الماضي البصير أما اليوم رح نضيف ING الING تحذف الإي عند إضافة بعد إذا كان الفعل منتهيا بY وكان الY مسبوقا بأحد حروف العلة أو بحرف صحيح شوفوا هنا فهذا فعل انتهى بY سواء قبل صحيح أو علة لا يتغير الY عند إضافة ING مو مثل إضافة إذا تذكرون درس السابق مثلا الفعل بلاي عند إضافة الإيدي فقط أضيف الإيدي ليش لأن Y قبل علة مثلا study Y قبل صحيح إذا نريد نضيف لإيدي شو نسوي تقلب الY إلى I ونضيف إيدي أما هنا أنا ما تقلب الY فقط نضيف ING كمثال play playing شوفوا فقط ضفت ING ما حولت Enjoy Enjoying Study studying فقط أضيف ING Cry Crying لا تقلب الY إلى I عند إضافة ING إذا انتهى الفعل القياسي بحرف صحيح وكان قبله حرف علة ركزوا هذا الفعل انتهى بشنو انتهى بصحيح قبل هذا الصحيح علة ويتكون من مقطع صوتي واحد لازم شرط أن يتكون من مقطع صوتي واحد نعرف كيف نحصل مقاطع صوتي للكلمة أخذناها بشكل دائم بموضوع المقارنة المفاضلة فإن الحرف الصحيح الأخير يتضاعف عند إضافة ING ما افتهم تستاذ يعني يعني مثلا stop بالكويا يقول لي انتهى صحيح قبل علة شو نسوي نضاعف الحرف الأخير ونضيف ING ضاعفنا حرف P وضيف ING Drop Dropping كذلك ضاعفنا P وضيف ING Plan Planning شوفنا هنا يتكون من مقطع صوتي واحد لكن كمثال أن الكلمة Visit Visit انتهت بصحيح قبل علة لكن شنو أكثر من مقطع The Z مقطعين هذا أضاعف لا شرط أن يكون من مقطع صوتي واحد هذا فقط أضيف ING هذا ما يخص ملاحظات أضافة ING هذي مين تفيدني استاذ هيتفيدني لما أنت الصححيح الجملة وتريد الفعل أضيف ING لازم يكون املاء صحيح أو يجب لي سؤال لأملاء كمثال انطان الفعل Move هذا الفعل قال يضيف ING مثل ما اضفت لنفلاي ING أتلم عندك الملاحظة انتهب E يحذف E ونضيف ING فصير moving كما تم شرحه بملاحظات الآن عرفنا طريقة إضافة ING الآن نعرف الصيغة التي تأتي بالامتحان عن موضوع الماضي المستمر طلاب ركزوا يا يا خلي القواعد قدامك وحاول تطبق على أساسها القواعد اللي أخذناها شو تقول تقول فاعل زائدا WAS أو هذا مختصر مفيد زائدا فعل يحمل ING هذه قاعدة قاعدة المثبت قاعدة النفي شو تقول تقول فاعل زائدا WAS أو شو نخلي عليها NOT تريد تختصرها ماك مشكلة WASN'T أو WEREN'T زائدا شنو فاعل يحمل ING والاستفهام أخلي ال WAS و ال WHERE بالبداية زائدا فاعل زائدا فاعل يحمل ING زائدا تكملة لا تنسونا علامة الاستفهام بالقاعدة الاستفهامية مثل ما شرحنا بالدرس الأول بالماظر البسيط شو تطبق القاعدة المثبتة و شو تطبق القاعدة المنفية و شو تطبق القاعدة الاستفهامية أعيد إذا لقيت negative negative شنو يعني يعني نفي أو لقيت NOT أطبق القاعدة المنفية إذا لقيت question شن يعني question يعني السؤال أو علامة السؤال أطبق القاعدة الاستفهامية إذا ما لقيت ذنك كلهم نطبق القاعدة المثبتة حس شوف شي يقول لي يقول لي past continuous هاي الجملة أريدك تصحح لي باستخدام الماضي المستمر يعني هو دي يحدد لي هاي الجملة أريدها بالماضي المستمر شو تقول قاعدة الماضي المستمر أو قاف استاذ تبطني ثلاث قواعد يا قاعدة تريد أن أطبق مثبت من في استفهام أسئلك أقول لك لقيت negative أو نوت دورت ما لقيت لقيتك وسطنا وعلامة السؤال دورت ما لقيت إذن هذه يا قاعدة رح أطبق لقاعدة المثبتة شو تقول لقاعدة المثبتة فاعل شنوع فاعل الجملة the dog أنزل the dog زائدا was lower dog معناها الكلب أجلكم الله شاخذ was lower بما أنه مفرد أعاوض عنه بالضمير it اللي تش تاخذ تاخذ was زائدا من فعل يحمل ing run رح أصير رح أصير running شنسوي نضاعف الحرق بالأخير ونضيف ing ليش استاذ ضاعفنا لأن انتهف صحيح قبل أعله ومتكون من مقطع واحد مثل ما أخذنا بالملاحظات إضافة ing بعد استاذ ما افتهم المثال آخر قل لي she was eating dinner ايش قل لي negative او قا الجملة بها زمن استاذ ماكو قبل شوية قل لي past continuous ماضي مستمر إن أنا ما منطيني لليل أقول لك لا منطيق was وفعل يحمل ing احنا شقلنا قبل شوية إذا لقيت was aware وفعل يحمل ing أقول هاي الجملة ماضي مستمر زينا عرفنا زمن الجملة ماضي مستمر يا قاعدة من قواعد الماضي المستمر أكيد القاعدة المنفية ليش استاذ لأنت لقيت كلمة negative شوفوا هنا أنا لقيت كلمة negative رح أطبق القاعدة المنفية شو تقول القاعدة المنفية فاعل شنو الفاعل she زائدا was aware الشيش تاخد تأخذ was زائدا not أخلي not تقدرون تختصروها تقولون wasn't زائدا فعل يحمل ing eating أخلي هاي أصلا بها ing زائدا دينار صارت معنا الجملة she wasn't eating دينار لم تكن تأكل الطعام بعد مثال آخر شوف هذا المثال الأخير يفيدك منها لسالسة دادي مثال جدا مهم ركز ويا يقول لي what's do in the kitchen ومنطيني علامة السؤال وش قال لي قال لي past continuous was إذن هو محدد لزمن الجملة ماضي مستمر يا قاعدة من قواعد الماضي المستمر قاعدة الاستفهام ش تقول قاعدة الاستفهام تخلي أما was aware ش تخلي was aware حسب الفاعل الفاعل علي ش أخلي له أخلي له was إذن أقول was زائدا الفاعل شنو الفاعل علي أخلي علي زائدا فعل يحمل ing ادو ش رح أخلي لها ing doing زائدا in the kitchen أكملها in the kitchen زائدا علامة السؤال زين استاذ will what تريد تنزلها أو ما تريد تنزلها ماكو مشكلة تنازم تنزلها بداية الجملة لأنها تعتبر عداة سؤال تأتي قبل الفعل المساعد إذن رتبت الجملة أو صححت الجملة باستخدام الماضي المستمر للقاعدة الاستفهامية إذن هذا كل ما يخص موضوع الماضي المستمر عرفنا القاعدة المثبتة المنفية الاستفهامية الخاصة به وكذلك عرفنا الصيغة التي تجينا بالامتحان شون نقدر نجاوب عنها دلائلها طريقة إضافة ال-ING إلى آخره الآن ننتقل لكتاب النشاط إذا تذكرون بالدرس الأول لما انشرحنا الماضي البسيط ما قلنا؟ قلنا أن الفعل الماضي شبيه أما يكون يحمل إيدي قياسي أو يكون شاد وبوقيتها قلت لكم أنه رح تلاقينا بصفحة ثمانية من كتاب النشاط مجموعة من الأفعال اللي بعضهم شاد ذات لازم نحفظهن هو هذا التمرين اللي أنا جانت أقزه شي يقول لي يقول لي complete the table منطيني أفعال ومنطيني حقه يقول لي يسوي الياماضي فمثلاً عندي كلمة لاند لاند معناها يهبط شن الماضي ما لسهم لاندد احفظوا يا هذا قياسي مجرد أضيف لأيدي هابن هذا هم كذلك قياسي هابند فقط أضيف لأيدي بعد جمب فقط أضيف لأيدي بعد عندي بول يسحب فقط أضيف لأيدي هذان هي افعال قياسية ستي فقط أضيف لأيدي إلى آخره استنوا بشي يقول لي يقول لي هذا مو قياسي هذا شاب لازم تحول لي وتحفظ لي الصيغة الماضية مالتا كم يأتي ماضيها كين أتى الأو صارت أين البي سؤال هذا موجه لكم البي إذا صادفت في جملة الماضي البسيط من هي تذكر تتحول تتحول إلى was or where إذن الماضي مع البي أما was or where وحسب الفاعل fall شنو ماضيها ماضيها fell ال a أصبحت e drive شنو ماضيها drove ال i أصبحت o will do شنو ماضيها did هذان الأفعال جدا 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 مهمات هنا أنا منطيني فعل ثالث يقول لي hit شنو ماضي مالتا ماضيها نفسي تهت بعد يقول لك تقدر تنطيني أفعال بالمضارع و بالماضي نفس الشي مثلا أدي كلمة put بالمضارع put و بالماضي put تقدر بعد تنطيني الفعل نعم استاذ الفعل cut بالمضارع cut و بالماضي cut إلى آخره إذن هذا الجدول للحفظ املاء املاء و معناه هذان الأفعال يجب أن نحفظ املاء هذا ما يخص تمرين رقم واحد ليش نحفظ املاءها استاذ؟ لأن رح يفيدني موضوع الماضي البسيط الذي شرحناه بالدرس الأول بعض الأفعالها حتاجة لأنها حولها للماضي فعلا إذا ما حافظ صيغة من الماضية ما أقدر أجابه هذا السؤال تمرين رقم أربعة يقول لي find 12 past simple forms of the word search يقول لي حاولت القالص مع فعل ماضي بهذه الحروف المباثرة ركزوا إيا أجي أدور بالعرض أو أجي أدور بالطول نبدأ بالعرض أول شي لقيت did هذا فعل ماضي إذن أول فعل طلعته بعد أقدر ألقى فعل ماضي ثاني نعم استاذ بالسطر الثاني لقيت كلمة came came هي الماضي ما الكم بعد أقدر أطلع فعل ثالث نعم استاذ الفعل was ما أقدر أطلع فعل ثاني أطلع فعل ثاني نعم استاذ هذا الفعل happened أطلع فعل ثاني الفعل landed على ح Thrw الماضي ما اللمباثرة HIT هي الماضي مال HIT بالمضارع بالماضي نفس الطريقة بعد أقدر أطلع فعل غيرهن نعم الفعل STATE STATE هو الماضي مال STATE وهكذا تحاول تلقي 12 فعل ماضي في هذا الجدول هذا الجدول مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريب أو الامتحان الشفوي مجرد يجعلك تحاول تلقي أفعال وصيغة الماضية من خلال الحروف المباثرة إذن من هذه الصفحة موجود فقط تمرين رقم واحد مهم ويجب حفظ إملاء معاني هذه الأفعال ننتقل إلى تمرين رقم خمسة قبل التمرين رقم خمسة لأنا منطيني ملاحظة يقول لي نفس ما شرحنا هناك طريقتين للتحدث عن الماضي أما past simple tense ماضي بسيط ماضي مستمر منطيني مثال يقول لي ريتشارد ذهب إلى العراق هذا ماضي بسيط حدث وانتهى في الماضي ريتشارد راح للعراق هذا حدث وانتهى في الماضي إذن نرسم خط الزمن ونحاول كذلك مرة ثانية نشرح عليها هذه اللحظة نحكي بها الآن الحدث حصل وانتهى في الماضي هذا شنسمي past simple ماضي بسيط أما حدث حصل في الماضي واستمر لفترة معينة هذا شنسمي ماضي past continuous ماضي الماضي المستمر زيان شي يقول لي عندما كان ماكثا أو باقيا في العراق ذهب لمباراة كرة قدم ركزوا ايا اهنانا بقاء بالعراق ظل مستمر لفترة معينة حتى قطعه حدث آخر إذن هو ظل باقي بالعراق شوف حدث استمر لفترة معينة ظل باقي بالعراق لحد ما قطعه حدث آخر اللي هو شنوه لعب كرة القدم هذا مجرد شرح بسيط للفرق بين الماضي البسيط والماضي المستمر نانا شي يقول لي يقول لي read and complete the paragraph اقرأ وأكمل النص about Richard عن Richard use the verb and brackets باستخدام أفعال بين الأقواس past simple or past continuous يعني يقول لي هاي الجمل صححا اما باستخدام الماضي البسيط او باستخدام الماضي المستمر استاذ على أساس شنو انحل الماضي البسيط والماضي المستمر على أساس الملاحظات اللي اشرحناها الماضي البسيط والماضي المستمر فقط نضيف لها ملاحظة واحدة ان بعد ال when وال while يأتي او تأتي جملة بالماضي المستمر يعني انا اذا لقيت when بالجملة شوف هنا اذا لقيت when بالجملة لازم الجملة اللي وراها اطبق عليها قاعدة الماضي المستمر وكذلك مع كلمة while كمثال هسا نجي when Richard was visiting بغداد شوف هنا انا اجدت when اذا اجدت when بعدها جملة بالماضي المستمر فاعل was فعل يحمل ing اذا الكلام صحيح الملاحظة صحيحة when يأتي بعدها جملة ماضي المستمر استاذ شون عرفتها ماضي المستمر was عندما كان Richard يزور بغداد he wants to buy the sweater يقول لي هذا الوانت صحح لي قبل شويش قلت لك قلت لك الوين يأتي بعدها ماضي مستمر شوفوا جتي فارزة ركزوا اياي شوف هنا جتي فارزة يعني الجملة الاولى انتهت بدينا جملة جديدة الجملة الجديدة اللي بعدها لازم تكون بالماضي البسيط يعني خلي نسويها على شكل مخطط إذالية when يأتي بعدها جملة بزمن الماضي المستمر ومن ثم جملة ثانية بزمن الماضي البسيط حسب الملاحظة اللي هو منطينيها إذا نقول when Richard was visiting بغداد عندما كان Richard يزور بغداد he want هذا يريدها بالماضي البسيط شون قاعة الماضي البسيط فاعل الفاعل he زادا فعل الماضي شون الماضي ما الوانت wanted انتهت زين his father asked a man in the hotel سأل رجل في الفندق شوف هنا الفعل سأل يستمر لفترة معينة لو فعل يحدث وينتهي بالماضي هذا فعل قصير ما ياخذ وقت إذا نستخدم الماضي البسيط إذا نقول والده سأل لو كان يسأل سأل فأقول his father asked a man والده سأل رجلا in the hotel في الفندق where to go أين نذهب the man give them the name الرجل أعطاهم لو كان يعطيهم اسم المحل ركزوا الفعل يعطي فعل قصير ما ياخذ وقت إذا نستخدم الماضي البسيط بالتعبير عنه إذا نقول gave الماضي ما give gave gave them the name of the shop while شوفوا ال while قبل شويش قلنا يأتي بعدها جملة بزمن الماضي المستمر ماضي مستمر إذا نقول they هي الفاعل اشتاخذ الذين where زادا فعل يحمل ing walking they were walking بينما كانوا يتمشون along the street على طول الشارع they forget نفس الطريقة when while يأتي بعدها مستمر ثم الجملة البعيدة عنها بيال زمن بصير إذا نستخدم الماضي البصير فاعل زادا فعل الماضي ما forget forgot they forgot the name of the shop هم نسوا اسم المحل then they see ثم رأوا لو كانوا يرون نفس الطريقة see فعل قصير ما ياخذ وقت ماضي بصير إذا نقول they هي الفاعل زادا ماضي ما see saw they saw رأوا a street market a man sell sweaters t-shirts and trainers رجل يبيع كان يبيع لو باع التشيرتات والبناطيل والأحذية أكيد هذا الفاعل مستمر لأن وجود الرجل بالمحل المالته يستمر على طول اليوم هو يظل يبيع الملابس على طول اليوم إذن ماضي مستمر إذن فاعل اللي هو ذمان ياخذ ووز ومن ثم الفاعل انتبه نتبه 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 القاعدة المنفية ما الماضي البسيط ما تقول القاعدة المنفية ما الماضي البسيط فاعل اللي هو ريتشارد زاعدا didn't زاعدا فعل مجرد didn't like any of the sweaters لم يعجبه أي من البلوزات اللي موجودة but he buy a pair of trainers لكنه اشترى زوج من الأحذية الرياضية كذلك الفاعل يشتري يستمر لفترة معينة لو لا يستمر بلاحظة واحدة اشتري إذن نقول ماضي بسيط ماضي بسيط فاعل اللي هو ال he زادا فعل ماضي الماضي مع ال buy bought bought a pair of trainers اشترى زوج من الأحذية الرياضية and two t-shirt واثنان من التشيرتات his father ابو not buy anything لم يشتري أي شيء هميا فالشراء ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي بسيط قاعداً فيه شتقول didn't زاعداً فعل مجرد اللي هو buy لم يشتري أي شيء هذا ما يخص تمرين رقم خمسة هذا التمرين المطلوب من عندك فقط أنه تحفظ الأفعال وصيغة الماضية يعني give الماضي ما تقيب see الماضي ما تـ saw buy الماضي ما تـ bought forget الماضي ما تـ forgot وهكذا هذين الأفعال مهمة جداً يجب حفظ إملائها لأن راح تفيدني لأجعب لياها بالامتحان بموضوع الماضي البسيط هذا ما يخص تمرين رقم خمسة الآن ننتقل تمرين رقم ستة و سبعة تمرينين وبتمرين واحد يقول له الشباوة اللي عمدان الكلمات شنو معانيهن؟ ركزوا إياي beautiful جميل boring ممل delicious لذيذ fantastic مذهل horrible فضيع lovely محبوب terrible مريع الآن بني كلمات سقطهن بالفراغات المناسبة هذا سؤال اسقاطات مهم جداً من امتحان التحريري أولاً يقول لي أخي طبخ العشاء الليلة الماضية and it was فراغ ولقد كان فراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ كان طعام جميل ممل أكيد لا أكيد كلمة delicious مناسبة لكلمة food طعام delicious معناها لذيذ لقد كان طعاماً لذيذاً الذي طبخه أخي ثانياً I saw فراغ accident رأيت حادثاً فراغ on the way to school في الطريق المدرسة الحادث شنو أكيد الحادث مريع أو فضيع فأقول horrible horrible accident حادث فضيع ثالثاً الحصان العربي is for a animal هو حيوان فراغ الحصان العربي من الحيوانات المحبوبة استاذ استخدم beautiful ممكن تستخدمها بس هنا سيصير عندك خلل بباقي الجمل فالكلمة المناسبة أكثر لهذه الجملة هي كلمة lovely جاسم لا يحب كرة القدم جاسم لا يحب كرة القدم جاسم لا يحب كرة القدم يعتقد أنها فراغ يعتقد بأنها بما أنه لا يحبها يعتقد بأنها بورنغ مملة إذا قال fantastic مذهل لماذا لا يحبها الكلمة المناسبة هي بورنغ خامساً هدا سو فراغ درس هدا رأت فستان فراغ من نافذة المحل she wants to buy it وتريد الشراء ماذا نكلمة المناسبة للفراغ ماذا نصفته beautiful جميل بعد نقطة الساسة في بعض البلدان الأطفال يجب أن يعملون على طوال اليوم I think that's فراغ في بعض البلدان النامية في بعض البلدان الفقيرة الأطفال يعملون بالمناجم يعملون بالأعمال المرهقة هذا الشيء بالنسبة لنا بالنظرنا يعتبر terrible شوني معنى terrible فضيع إذن يعتبر terrible النقطة الأخيرة a cheetah can run at more than 110 km an hour cheetah هو الفهد يمكنه أن يركض لأكثر من 110 كم بالساعة يعني السرعة مات 110 كم بالساعة that's هذا مذهل fantastic إذن نقول that's fantastic هذا مذهل هذا ما يخص تمرين رقم ستة أو سبعة لأن التمرين يعتبر أن تمرين واحد يعتبر جدا مهم يأتي على شكل إسقاطات من الممكن يجيب ليها بسؤال مفردات حاولوا تحفظون معاني كلمات وتنقلون الجواب وتحفظون الحلول النموذجية لهذا التمرين هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا به الماضي المستمر أخذنا به طريقة إضافة الإنجي القاعدة المثمة المنفية الاستقامية والماضي المستمر أخذنا الفرق بين الماضي البسيط والماضي المستمر حلنا التمارين متعلقة بها وكذلك أخذنا بعض الأفعال الشاذة التي بالجدول وقلنا لازم نحفظها ملاعا هذا الدرس بعض الشيء مطول لكن درس جدا جدا مهم وبالامتحان التحرير سيفيدني لأن تقريبا تقريبا نصف أفكار اليونت الأول موجودة بداخل هذا الدرس يحتوي على تمرين إسقاطات تمرين ملاءات موضوع قواعدي موضوع ملائي إضافة الإنجي إلى آخر حاولوا تكتبون الملاحظات بالدفتر على ما تستفادون منها بالامتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سلسارة أضافة تحبو أن تقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة منكم على الشاشة ترجمة نانسي قنقر